اشتركوا في القناة اصلم وتزوج من فاتن حمامة سنة 1955 وانجب منها ولده طارق وتوفي في 10 يوليو 2015 قصر اذمة قلبية عن عمر 83 عاما الممثل كمال الشناوي احجانات السينما المصرية والعربية قدم اكثر من 200 عمل في السينما وتلفزيون ولد في مدينة ملكال بسودان في 26 ديسمبر 1921 ثم استقر بمدينة المنصورة في مصر وتوفي بعد معاناة مع مرض السرطان في 22 اوصص 2011 عن عمر 90 عاما الممثل احمد منصر الشهير بفارس السينما المصرية ولد في 8 اكتوبر 1917 وتخرج في الكلية الحربية المصرية في سنة 1938 مع الرئيس سادات ومع الرئيس جمال عبد الناصر التحق بسلاح المشاه ثم انتقل الى سلاح الفرسان وتدرج فيه الى ان تولى قيادة مدرسة الفرسية وشارك في حرب فلسطين سنة 1948 مارس التمثيل اثناء الخدمة العسكرية ثم خلع الملابس العسكرية سنة 1956 بعد استقالته وكان برتبة عقيد كان احد ابرز ادواره على الاطلاق هو دور صلاح الدين الايوبي في فيلم الناصر صلاح الدين توفي احمد مظهر في 8 مايو 2002 قصر التهاب رأوي حاد عن عمر 84 عاما الممثل سمير صبري اسم الميلاد محمد سمير جلال صبري ولد في 27 ديسمبر 1936 بالاسكندرية بمصر عمل في بداياته مزيعا بالاذاعة الانجليزية ثم اتجه الى التمثيل والغناء تبناه عبدالحليم حافظ فنيا وقدمه للبنى عبدالعزيز وعمره 10 سنوات ليصبح نجم البرنامج الاروبي له رصيد فني قدره 138 فيلم وعدد من برامج التلفزيون الشهيرة منها النادي الدولي وبرنامج هذا المساء قدم العديد من المسلسلات في التلفزيون والاذاعة توفي في 20 مايو عام 2022 داخل احد فنادق القاهرة بعد صراع مع مرض القلب وقد حسم القضاء المصري في 17-20-22 شائعة وجود اولاد له حيث تم الحكم بعد موجود اولاد له وقد توفي عن عمر 86 عاما الممثل شكري سرحان اسم الميلاد محمد شكري الحسيني سرحان ولد في 13 مارس 1925 بمحافظة الشرقية بمصر ويعتبر من اعظم الممثلين في السينما المصرية والعربية في القرن العشرين هو شقيق صلاح سرحان وسامي سرحان وابن عم الممثل محسن سرحان اول اعماله هي فيلم لهليب مع نعيم عاكف ثم عمل مع يوسف شاهين في سنة 1951 في فيلم ابن النيل ثم توالت ادواره حتى لقب بفتى الشاشة الاول حاز على وسام الدولة وكذلك حاز على العديد من الجواز له العديد من الاعمال الازاعية وتلفزيونية وله رصيد سينمائي قدره 150 فيلما سينمائيا اخر افلامه فيلم الجبلاوي سنة 1991 اعتكف في ايامه الاخيرة على قراءة القرآن حتى ورف عنه عشقه للقرآن الكريم ولقب بعاشق القرآن توفي في يوم 19 مارس 1997 عن عمر 72 عاما الممثل خالد زين اسم الميلاد يوسف اسامة محمد احمد عيد ولد في 22 فبراير سنة 1950 بالقاهرة بمصر حصل على بكالوروس الفيلم المصرحية وبدأت مشاركاته سنة 1973 في فيلم مدرسة المراهقين مع فؤاد المهندس شارك في العديد من الاعمال الدرامية سواء المسلسلات او الافلام وكان اشهر اعماله على الاطلاق دوره في فيلم طباخ الرئيس تميز باداء دور الشخصية القوية في كثير من اعماله وكان بعيدا عن المبالغة والاسفاف كذلك جسد دور رجل الامن الصارم كما في فيلم السفارة في العمارة ومن اعماله الشهيرة الممثل محمود قابيل ممثل مصري وهو سفير اليونسيف للنوايا الحسنة في شمال افريقيا والشرق الاوسط ولد في 8 ديسمبر 1946 بالقاهرة تخرج في الكلية الحربية في عام 1964 عمل ضابطا في القوات المسلحة ثم اتجه الى التمثيل قبل ان يسافر الى الولايات المتحدة الامريكية عمل هناك في قطاع السياحة ثم عاد مرة اخرى ومرس التمثيل في التسعينيات تزوج في السبعينيات من سهير رمزي ثم انفصل واشيع انه تزوج من مرفة امين لكنه نفى ذلك شارك في العديد من الافلام وكذلك له العديد من الادوار المتنوعة في المسلسلات التلفزيونية وله عدد من الصهرات التلفزيونية عمره الان ستة وسبعون عاما الممثل محمود مرسي اسم الميلاد محمود مرسي محمد وولد في 7 يونيو 1923 في الاسكندرية بمصر وتخرج في كلية الاداب جماعة الاسكندرية قسم فلسفة درس الاخراج وتخرج من معهد السينما من باريس ولندن عمل في هاية الازاعة البريطانية بي بي سي واستقال منها على الهواء اثناء حرب 56 والعدوان السلاسي على مصر عمل استاذا بمعهد السينما ومخرجا بالتلفزيون المصري تزوج من الممثلة سميح ايوب وله ولد واحد منها اسمه علاء فاز بجائزة الدولة عن فيلم الليلة الاخيرة سنة 64 وفاز بجائزة احسن ممثل عن فيلم شيء من الخوف 69 وكرم في مهرجان الفيلم الرواي 68 وله اكثر من 300 فيلم سينمائي من اشهر افلام على الاطلاق شيء من الخوف وكذلك انا الهارب وفجر الاسلام واوني على الممر وامير الدهاء وحد السيف والسمان والخريف ومن مسلسلات التلفزيونية الشهيرة زينب والعرش والرجل والقصان وبين القصرين وقصر الشوق وابل عيلة البشري والعائلة توفي في 24 ابريل سنة 2004 عمر 81 عاما عمر الحرير ولد عمر محمد صالح الحريري في 12 فبراير سنة 1926 بالقاهرة كانت بداياته مع السينما وطفل حيث شارك في فيلم سلام فخير سنة 1937 بداياته كانت على المسرح القومي وقدم عدة مسرحيات ناجحة وعمل في عدة مسارح وقدمه للكمهور يوسف وهبي في مسرحياته تزوج عمر الحريري سلاس مرات كما انجب سلاس بنات اما زوجاته فالاولى هي السيدة الممثل ابراهيم يسري ولد في 20 ابريل 1950 بالقاهرة بمصر والتحق بكلية التجارة ودرس بها لمدة عامين ثم حصر على البكالوريس المعهد العالي في نون المسرحية سنة 1975 انضم الى مصلح الطليعة ثم تجه الى التلفزيون ورغب موهبته فان عماله السينمائية لا ترقى الى مستوى موهبته في التمثيل شارك في العديد من المسلسلات منها اهلا بالسكان والمحروصة سنة 85 والشاهد والدموع ثم عمل بعدها بالسينما حيث كانت اول افلام والبريء والمشنقة سنة 1986 ثم تتوالى الاعمال السينما والتلفزيون ومن اشهرها العالي الحلمية وامرأة هزة عرش مصر ومرجان احمد مرجان تزوج من خارج الوسط الفني وانجم ابنه الفنان محمد يسري توفي بعد معاناة من مرض الفشل الكلوي في يوم عيد ميلاده الخامس والستون في عشرين ابريل الفين وخمستاشر الممثل يوسف شعبان اسم الميلاد يوسف شعبان شحات شميس ولد في 16 يولو 1931 في حي شبرى بالقاهرة بمصر والده مصمم اعلانات مشهور التحق بكلية الفنون الجميلة ولكن عائلته رفضت بشدة فقرر التحق بالكلية الحربية ولكنه رسب في كشف الهيئة فالتحق بكلية الحقوق جامعت عن شمس وهناك تعرف على اصدقاء عمره كرم مطاوع وسعيد عبدالغني التحق بفريق التمسيل في الجامعة ثم قدم اوراقه الى المعهد العالي الفنون المسرحية ولم يكمل دراساته في كلية الحقوق في السنة السالسة تخرج من المعهد العالي الفنون المسرحية سنة 1962 وبدأ التمسيل السينمائي في سنة 1958 ثم توالت اعماله حتى بلغت 133 فيلما في سنة 1995 ابتعد عن السينما واكتفى بالعمل في التلفزيون بدأ العمل التلفزيونية في سنة 63 وقدم اكثر من 130 عملا اشغرها الشهد الممثل عماد رشاد هو ممثل مصري يولد في 3 ديسمبر سنة 1951 درس في المعهد العالي الفنون المسرحية قسم تمسيل وتخرج فيه اختاره المخرج محمد فاضل للمشاركة لاول مرة في صارة تلفزيونية ثم شارك محمود ياسين في بطولة مع تحياته لاستاذ العزيز ثم عمل في المسرح عدة مسرحيات وكذلك شارك في فوزير رمضان ومسلسلات تلفزيونية شارك كذلك في عدة أفلام منها الأستاذ يعرف أكثر والمحترفون وأمريكا شيكبيكا وإشارة مرور متزوج من خالة الممثل كريم عبد العزيز وله ولد وبنت هما ياسمين ونديم عمره الآن 71 عاما النجم صالح سليم أحد أبرز رموز ومشاهير الرياضة المصرية والعربية وهو ممثل ولاعب وعلم من أعلام النادي الأهل المصري اسم الميلاد محمد صالح محمد سليم ولد في 11 سبتمبر 1930 في حي الدقي بالجيزة بمصر والده هو الدكتور محمد سليم أحد رواد طب التخدير في مصر ووالدته هي السيدة زينب الشرف والتي كان والدها من أشراف مكة قبل انتقاله للعيش في تركيا صعد للفريق الأول للأهل في عمر 17 سنة لعب أول مباراة أمام المصري سنة 1948 وأحرز فيها هدف احترف في نادي جراتس النمساوي سنة 1963 ثم عاد النادي الأهلي مرة أخرى في عام 1967 حي سوء تزل تدرج في إدارة النادي الأهلي حتى وصل إلى رئاسة الممثل ممدوح عبد العليم اسم الميلاد ممدوح محمود عبد العليم محجوب ممثل مصري ولد في 10 نوفمبر 1956 في أشمون بالمنوفية بمصر بدأ مشواره وهو طفل من خلال برامج التلفزيون تتلمز على دي المخرجة أنعام محمد علي والمخرج نور دي مرداش بدأ مشواره سنة 80 وهو شاب مع كريمة مختار في أحد المسلسلات وبدأ المشوار السينمائي في سنة 83 في فيلم العزراء والشعر الأبيض حصل على باكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية كذلك حصل على العديد من الجوائز ولكن على الرغم انكسرت أدواره في السينما إلا أنه لم يحظى بالنفس النجومية التي حصل عليها في التلفزيون تزوج من المزيع شفك المنيري وتوفي يوم 5 يناير 2016 أثناء ممارسة التمارين الرياضية في صالة جيم بنادي الجزيرة حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة توفي على أثرها عن عمر 60 عاما الممثل عماد حمدي ولد في 24 نوفمبر في 1909 في سهاج بمصر وله أخ توأم اسمه عبد الرحمن والده كان موظفا ولقب بفتى الشاشة الأول تعلم فن الإلقاء أثناء الدراسة السنوية على يد عبد الوارس عصر ظهر على الشاشة لأول مرة في سنة 1942 في فيلم عيدة وحقق الشهرة في فيلم السوق السوداء ثم قدم عدد كبير من الأفلام الرومانسية في الخمسينات ولقب بفتى الشاشة الأول تزوج من موليرجيست فتحية شريف وله منها نادر ثم من المغنية شادية وفي سنة 1961 تزوج من نادي الجندي وأنجب منها ابن هشام وتزوجها لمدة 13 سنة وآخر أفلامه هو سواق الأوتوبيس توفي يوم 28 ناير 1984 عن عمر 74 عاما يصر أزمة قلبية حادة بعد معاناة طويلة مع العمى التام والاكتئاب الممثل حسين فهمي اسم الميلاد محمد حسين فهمي محمود ولد في 22 مارس 1940 بالقاهرة وهو أخو الممثل مصطفى فهمي تخرج من المعهد العالي للسينما سنة 1963 درس الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية ثم بعد العودة مارس التمثيل ولو مصرحيات عدة ولو العديد من الأعمال السينمائية وتلفزيونية لقب ببرنس الشاشة وهو الفتى الوسيم الزهبي نضج في العديد من الأفلام مثل الأخوة الأعداء والعار وانتبهوا أيها السادة واللعب مع الكبار تزوج ست مرات من ناديا محرم وأنجب منها محمود ونائلة ومرفت أمين ولو منها منات الله ثم لقاء سويدان ثم سيدة سعودية كفيفة وسرية عمره الآن 82 عاما الممثل جمال سليمان اسم الميلاد محمد جمال أحمد سليمان ولد في 20 نوفمبر 1959 في حي باب سريجة بدمشق بسوريا عمل صغيرا في الحدادة والنجارة والديكور وفي مكسلة سيارات اتجت ميولو ناحية المسرح وبدأ كهاوي داخل نقابة الفانانين السوريين سنة 1981 وفوصل منها في 2015 تزوج من الممثلة السورية وفاء موصلي ثم انفصله هو حاليا متزوج من رنى محمد سلمان ابنة وزير الإعلام السوري السابق وله منها ابن اسمه محمد خرج من المعهد العالي الفنون المسرحية بدمشق سنة 1981 ونتيجة تفوقه تم إرساله لبعثة إلى بريطانيا لمتابعة الدراسة المسرحية هناك تخرج في جامعة ليدز ثم عاد للعمل كأستاذ لمادة التمثيل في المعهد العالي الفنون المسرحية ثم مرس التمثيل وكان بطلا في العديد من الأعمال التلفزيونية والدراما السورية والدراما المصرية ومن أشهرها أفراح إبليس حاصل على العديد من الجوائز من سوريا والأردن والمغرب ومصر ومن الأمم المتحدة ومن لبنان عمره الآن سلاسة وستون عاما الممثل نجيب الرحاني اسم الميلاد نجيب إلياس رحاني أحد رواد المسرح والسينما في الوطن العربي ويعد أحد أشهر ممثل الكوميديا في تاريخ الفنون المرئية العربية ويعتبر زعيم المسرح الكوميديا العربي ولد في 21 يناير 1889 بالقاهرة في حي باب الشارية أبوه عراقي من مدينة الموصل كان يعمل بتجارة الخيل تزوج من امرأة مصرية قبطية أنجم منها سلاسة أبناء هو أحدهم درس في مدرسة الفيرير الفرنسية بالقاهرة وانضم إلى فريق التمثيل بها تخرج منها وعمل موظفا في شركة لإنتاج السكر في صعيد مصر وكان لذلك أثر كبير في أعماله سواء على المسرح أو السينما أسس في العشرينيات مع بديع خيري في القطو الخاصة واشتهر شهرة واسعة تزوج من بديع مصبني ثم انفصل عنها وتزوج من امرأة أمانية مسل بعض الأفلام السينمائية والتي لازلت حتى الآن تجذب المشاهدين توفي في 8 يونيو 1949 عن عمر ستين عاما بعد إصابته بالتيفود والذي أثر على صحة الرئة والقلب وكان سبب أساسيا في وفاته ولم يكمل تصوير فيلمه الأخير غزل البنات محمود ياسين اسم الميلاد محمود فؤاد محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد بمصر هو ممثل مصري له تاريخ طويل من الأعمال البارزة في السينما والمصرح والتلفزيون والإزعار ولتمييزه بصوت رخيم تولى التعليق في المناسبات الوطنية وكذلك أدى أدوارا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة سنة 1964 والتحق بالمصرح القومي رفض التعيين الحكومي بلصنص الحقوق وعمل بالتمثيل المصرحي قدم أكثر من 20 مصرحية ثم تولى إدارة المصرح القومي لونة عام قدم أكثر من 150 عملا سينمائيا حصد خلالها لقب فتى الشاشة الأول حصد على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر والعالم توفي في 14 أكتوبر 2020 عن عمر 79 عاما بعد معاناته من مرض الزهيمر وقد نفى أهله إصابته بهذا المرض الممثل إهاب نافع اسم البلاد إهاب محمد نافع ولد في 1 سبتمبر 1935 بالقاهرة بحي الموسكي وتخرج في الكلية الجوية سنة 1955 وعمل كطيار مقاتلات تزوج أكثر من مرة وأشهر زيجاته كانت مجدة وله منها ابنته غادة نافع وكذلك تزوج من أجنبيات أشهرهن أرملت رجل المخابرات المصري رأفة الهجان أنتج عمالا للتلفزيون ومثل العديد من الأفلام خارج مصر كانت أول بطولة له في سنة 1963 وقد أقنع إسرائيل أنه عميل مزدوج وكان صديقا لقائد القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت عزر وعيزمان والذي أصبح رئيسا لإسرائيل فيما بعد وعمت المخابرات العامة بمراجعة مذكراته لمدة 6 أشهر قبل نشرها توفي في 30 ديسمبر 2006 في مستشفى القوات المسلحة عن عمر 71 عاما في نفس اليوم الذي أعدم فيه صدام حسين الممثل جميل راتب اسم الميلاد جميل أبو بكر راتب ولد في 18 أغسطس 1926 في الأسكندرية بمصر والدته هي ابنة أخ الناشطة المصرية هدى شعراوي حصل على التوجهية ودخل مدرسة الحقوق الفرنسية في القاهرة ثم سافر إلى باريس في عام 1974 عاد إلى القاهرة لأسباب عائلية بدأ حياته المهنية في فرنسا على خشبة المسرح وبدأ في مصر في فيلم سنة 1946 بعدها سافر إلى فرنسا وكانت ملامحه الحادة مؤهلة له لأداء أدوار الشر مسل سبعة وستون فيلما مصريا وعدد كبير من الأفلام العالمية تزوج من فرنسية وبقيت في فرنسا توفي في تسعتاشر سبتمبر 2018 عن عمر اثنين وتسعون الممثل أحمد زكي اسم الميلاد أحمد زكي عبد الرحمن ولد في 18 نوفمبر 1946 بالزقازيك بمصر هو ممثل ومنتج مصري مات أبوه بعد ولادته ورباه جده التحق بالمدرسة الصناعية ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج سنة 1973 بتقدير امتياز كان أول ظهور له على المسرح في سنة 1967 وكان يقلد الفنان محمود الميلي ظهر في السينما في سنة 1972 ويعتبر سالس أكثر الممثلين في قائمة أفضل مئة فيلم تزوج من الممثلة الراحلة هالة فؤاد وأنجب منها ابنه الوحيد هيسم الذي توفي لاحقا في 2019 توفي في 27 مارس 2005 عن عمر 59 عاما قصر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة نتيجة كثرة شرب السجائر وتردد أنه أصيب بالعمى في أواخر أيامه إلا أنه طلب من المحيطين به التكتم على الخبر الممثل محمود عبد العزيز اسم الميلاد محمود عبد العزيز محمود ولد في 4 يونيو 1946 في الأسكندرية بمصر حصل على درجة الباكالوريوس ثم درجة الماجستير في تربية النحل وبدأ مشواره في بداية السبعينية وبدأ أدوار البطولة منذ عام 1975 حتى منتصف السمانينيات حين قدم أحد أهم أدواره على الإطلاق في مسلسل رأفة الهجاب بلغ عدد أفلامه السينمائية 84 فيلما سينمائيا حصل على العديد من الجوائز في مهرجانات دمشق والقاهرة السينمائية والأسكندرية السينمائية توفي في 12 نوفمبر 2016 عن عمر سمعين عاما بعد صراع مع المرض ودفن في مقابر أم جي بيبة بالورديان بالأسكندرية بالقرب من منزله الذي تربى فيه الممثل عزة العليل اسم الميلاد عزة حسن العليل هو ممثل مصري قام بالعديد من الأدوار السينمائية المصرية ولد في حي باب الشعرية بالقاهرة في 15 سبتمبر 1934 حصل على باكالوريوس المعهد العالي للفلون المسرحية سنة 1960 عمل لفترة كمعد لبرامج تلفزيونية حتى أتته الفرصة سنة 1962 ليبدأ مشواره السينمائية قدم عشرات الأعمال أبرزها فيلم الأرض والاختيار وفيلم السقة مات وكذلك العشرات من المسلسلات التلفزيونية والإزاعية توفي في 5 فبراير 2021 عن عمر 86 عاما الممثل سمير غانم اسم الميلاد سمير يوسف غانم ولد في 15 رناير 1937 في أسيوط بمصر التحق بكلية الشرطة ورصب فيها عامين متتاليين وتخرج في كلية الزراع جامعة الأسكندرية ثم كون فرقة سلاسي أضواء المسرح الشهيرة مع جورج سيدهم وظيف أحمد وكان آخر عمل له مع جورج أهلا يا دكتور وقدم الفوزير في رمضان في شخصية صمورة وفطوطة ويعتبر أحد نجوم المسرح وتوفي في 20 مايو 2021 مصابا بالفطر الأسود في أعقاب جائحة كورونا عن عمر 84 عاما ترجمة نانسي قنقر